الدوائر الحيوية المصرية لو تم وصف بعضها بأنها الدوائر الكلاسيكية المعتادة دي تم تعميق الأثر المصري فيها لكن كمان أصبح فيه عندنا دوائر جديدة أصبحت جزء من الاهتمام الرئيسي للدولة يعني أنا أظن وصححني لو أنا غلطان منطقة شرق المتوسط لم تكن في بالنا فيما سبق إلى أن أتى الرئيس وبدأ يشتغل على منطقة شرق المتوسط ثم منتدى شرق المتوسط فأصبح لدي دائرة حيوية سياسية وأصبح لدي رافض اقتصادي عظيم هذا هو ما أذكر أشرت إليه من قبل بدون المتوسط التنمية بمعنى أن كما أشرت أنت اكتشفنا أن هناك منطقة جديدة ينبغي أو يتعين التعامل معها بفعلية ونجاعة وأقمنا بالفعل قليلة التعاون الثلاثي مع كل من اليونان وقبرص وهي ناجحة أصفرت عن تغيير الحدود الإقليمية في المياه وثم الحصول على ثروة الغاز والآن نحن ننتج كميات كبيرة من حق الظهر في هذه المناطق والذي استطاع أن يحول مصر من دولة أقل إنتاجة في دولة يفيد إنتاجها من الغاز وتصدره للخارج الآن نحن نصدره للخارج وقبل أيام تبقى التوقيع على اتفاقية مع سورة لبنان لتصدير الغاز المصري لبنان لإنقاذ لبنان من مشكلة نقص الكهرباء وهذا جانب مهم الجانب الآخر أيضا في هذا السياق هو التوجه نحو فتح مصرات جديدة في العلاقات الخارجية بمعنى أننا بدأنا نعتمد على روسيا وعلى الصين كقوتين مهمتين في الاستراتيجية المصرية الخارجية هذا أحدث توازنا في علاقات مصر الخارجية مع الحالة الأمريكية وفي لوقت نفسي حافظنا على التوازن أيضا مع الإدارة الأمريكية أو مع واشنطن وكلما يأتي مسؤول أمريكي يعني كان يقرم هنا رئيس القيادة القائد القيادة المركزية لأمريكا جاء إلى مصرتك وتكلم رئيس عفتاح سيسمعه بوضوح عن أن استمرارية العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في لوقت نفسه أقمنا شراكة استراتيجية مع روسيا ومع الصين والصراع الآن في العالم يدور مع هذه الأطراف الثلاثة الكبرى وبالتالي نحن علاقاتنا مع الجميع متميزة لا نخسر طرفا خاصة من طرف آخر ونعمق تعاوننا الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري طبعا استتبع هذا التنوع في العلاقات تنوع في مصارد التسليح الآن لدينا منظومة تسليح حديثة ومتطورة إلى جانب التسليح الغربي أو الأمريكا نحن لدينا منظومات روسية وصينية وفرنسية وألمانية غواصات ألمانية وطائرات رفال الفرنسية ومنظومات دفاع جوي وطائرات من روسيا إذن نحن الآن التحول كان شاملا في حقيقة الأمر فيما تعلق بالسلسة الخارجية سواء على مستوى الدبلوماسي أو المستوى الاستراتيجي هذا يحسب لثورة الثلاثين مينيو وللقيادة الإسعب فتاح السيسي في هذه السنوات وهو منظور يعني يؤكد أو يتسق مع محورية الدول المصري مصر على مدى التاريخة لم تكن دولة تابعة كان دولة مؤثرة وفرق بين التابعة والمؤثرة لكن نحن في النتيجة الأربع عقود الماضية تحواني دولة يعني دولة يعني أقول تابعة أو أقل تأثيرا في الإقليم وفي العالم لكن الآن بدأنا نستعيد وأنا أظن أن أقول بدأنا ولم نستعد بالشكل الكامل لأن الخطوات التي بدأناها الآن في نحو الساعة هذا الدور الإقليمي أو المحوري لمصر يبدأ بتحقيق الانطلاق الاقتصادي القوي في الداخل وهو ما تمضي فيه الحكومة الدولة المصرية أن شبكة مشروعات متنوعة في كل القطاعات لتنهض بالاقتصاد المصر تجعل واحدا من أهم الاقتصادات البازغة الاستفادة من القدوات الزاتية حققنا اكتفاء ذاتي في بعض السلع الرئيسية مثل السكر والأرز ونتجه ربما مع السنوات القادمة واستفادة من تجربة حرب أوكرانيا إلى تحقيق درجة أكبر من اكتفاء ذاتي في إنتاج القمح وهي نقطة جوهرية في هذه المرحلة يجب أن نسعى ليس من فردنا كمس فقط ولكن في إطار المنظومة العربية الآن هناك قناعة عربية بأهمية التحول إلى بناء استراتيجية عربية لأمن الغزائي وكما ذكر أحمد ورغيثة الأمين العامل لجميع العربية قبل أيام أن هناك يجري الإعداد لهذه الاستراتيجية واتفق مع الإساب من جيد تبون خلال زيارته الأسبوع الماضي لجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية التي ستعقد فيه مطلع نوفمبر المقبل على أن يكون بند الأمن الغزائي العربي واحدة من أهم البنود المطلوحة للقمة ومن ضمن المقترحات في السياق أن يُعقد اجتماع خاص للقادة تشاوري مغلق قبل التآم الجلسات الرسمية للقمة لمناقشة موضوع الأمن الغزائي العربي لأن بالفعل انكسفت الدول العربية فيما يتعلق بحصولها على السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيرها من الحبوب والأسف كانت معظم هذه السلع تأتي من أوكرانيا ومن روسيا ولدينا الإمكانات لدينا الأراضي ولدينا الخبرات ولدينا المال كعرب وعندما نوظف الميزات النسبية لدينا كعرب الدول العربية تمتلك المال ودول العربية تمتلك الخبرات ودول العربية تمتلك الأرض ودول العربية تمتلك التكنولوجيا يمكن توظيف كل هذه المقاومات لإنضاج استراتيجية عربية شاملة وموسعة للأمن الغذائي حتى أهمية هذه المنظومة ليست فقط في أن نحصل على احتجاجاتنا من الغذاء ولكن أنها توفر بيئة لاستقلية القرارة الوطنية عندما يكون غذائك مرهون هذه حقيقة بدهية يعرفها الجميع ولست أنا ولست أنت غذائك مرهونا بقوة خارجية فبالتأكيد يؤسون على قرارك الوطني وهو ما حصل خلال الأربعين سنة الماضية ليس في مصفقة لكن في معظم الدول العربية وبما أطراف كثيرة في دول العالم تعتمد على الخارج في الحصول على السلعة الاستراتيجية